اشتركوا في القناة 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 باري 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 بعدين حين بيموت وانهي قلق البوس شوي بس تعودوا معي يعلمكم على الباري بشكل ممتاز وهذا متبوس ثاني جن الناس كثار صراحة وخرعوني كل محد قالي ها وصلت لهذاك السياف اللي جالس انا قلش السياف الجالس هذا لما وصلت لحين دخلت عليه زي كذا تشوفون تبريت معه قبل وذبحني صراحة بسرعة لما كنت فاهمله بعين هذي مرة فاني جيته الحين وفهم طريقته جدا سهل ما يبي لشي بس يبي لك تركز على الباري زي ما تشوفون سوت له باري بسرعة وقف يضرب لت لا تضرب انظر يضرب باري 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 بعدها القاضي حقتها هذي طبعا بعدين مرة ثانية باري 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 تضرب ضرب الأولمات حين يقوم مرة ثانية طبعا لانه هذا بوس يعتبر فيينقص من اثنين بعدين مرة ثانية باري 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 بعد عنه لا تسوي شي مرة ثانية باري 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 بعد مرة ثانية باري 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 وخلص الحين بيموت دائما الباري بهم في اللعبة تعلموا كيف توم باري يا ناس الباري اهم شي في اللعبة شوفوا كيف زبحته ولا تعبت معه اوكي نبدأ بالجد ونبدأ بالدسم ونبدأ بالبوسس اللي موجودة صورهم على الثم اللي دخلته عليه اول بوس قيوبو او هذا توقع ناسم قيوبو اللي هو الراكب الحصان هذا علا علا مع حصان القلق هذا ليش لان حصانه اول شي ضخم زي ما تشوفون اول ما يطلع اضرب 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 لا تفوت هذه الفرصة بعدين لما تضربه كثير حاولت بعد عنه وتحاولت سوي باري من بعيد يعني لا تروح لانت خلاه يجيك لا تروح للا بحالة واحدة لما هو يجيك زي حادث وطا تروح للا باري باري استخدموا الباري اضرب ضربتين اذا وقف الحصان هنا تقدستخدم الكراكر ضده لك هنا ما بغيت استخدم الكراكر لان قلت الكراكر باستخدمه في التحول الثاني حق لان التحول الثاني علا جدا الاول اثر زي ما تشوفون بس اني قاعدة بعد عنه وسوي باري عنه هذا اهم تساتيج عنده هنا ما يجيك الاخضر هذا رحلة اضرب بعدين انتبه هنا باري بارثالتنا بحيث باري دائما يسوي ضربتين هو باري باري بعد ضرب 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 وحاولت بعد عنه حصان لان الحصان كريه مرة وحينا منسولك هذه برضو دائما رحلة بحيث انه ما يضربك بالقاضي حقته طبعا هنا زي ما تشوفون ضربت المرة الاولى الحين يبدأ الجد هنا لانتفهمن حاجة واحدة تمشون بالترتيب اول شي لازم تسوون باري دائما دائما باري لا تنسون شوف هذا باري الحين هذا باري الاول دائما باري حتى عنده حركة ثوار بعض لما تشوفون هذا الاخضر روحوا له على طول لا توقفون هنا ش تسوون اضربوا الكراكرز بحيث انه الحصان يتعور برضو صد باري لان بعد بتسوي الكراكر والحصان يرفع يده رح يسوي ضربة من فوق التحت لازم دائما تسوي باري بعدها كراكر اول بعدين صد بعدين اضرب هنا بيسوي حركة برضو رح له الحقة ونفس الشي كراكر حين بيرفع حصان رجله ما رفع حين احيانا ما تبشي معك الوضع حالي زي ما شوفون باري باري هنا هذي شوفوا صدو هذي باري دائما جدا مهم هذي اذا ضربتكم تزدحكم بالارض ودائما الاحصان اذا شفتوه ارتفع من نفسه بمن غير الكراكرز بعدو عنا لا تقربون من عندو ابدا هنا صد 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 لانا بيهجم عليك هنا بعد عنا انقز ناقز لا تروح يميله لا يصار دائما انقز اذا شفت الاحمر مرة ثاني هنا شوفوا الحقه كراكر شوفوا الحصان قام الحين اصبر صد الباري الحين او بعد عنا انا بعد عنا اضبطت مدري كيف الموضو ما يضبطتها صدقوني اجرتك في المرة فأحسن شي وزي ما تشوفون استمروا هذي الحالة وراح تفزون عليه بكل سهولة هو قال لك شوي بس صدقوني لما تستخدموا الحركتي هذي باري ارمي رحمد الكراكر اذا حصان رفع رجله صد باري ثاني وضربه وراح تفزون بإذن الله وحين انتقل البوس اللي بعدها هذا بوس بونس حتاتكم يا لان في ناس تضايقوا منه ومتأكد اللي هو الثور الهائج هذا الثور علة ليش لانه ضخم وقرونة فيها نار فيضربك ضربة ويزود النار عندك عشان كذا في صادجي طلعته فادني كثير جدا وفست عليه بكل سهولة يعني ما تابت معه كثير اول شي اذبحوا هذا فتكوا منه ذا العلة ما مو مهم اذبحوا كومبو عادي ما رح يصر شي بعدين هنا امشوا شوي شوي قدام لما يجي الثور طبعا اول ما جي الثور بتشوفوا الحن جاي اذا ما شفتوا ارجعوا ورا خليكم ورا لا تلحقون ذولي هو بذبحهم شو تنا ما سويت لشي قلت الثور بيجي بذبحها اصلا انا ما رح سوي لشي هذا اللي ذا تحرش فيني جلدته هذا الثور جا باري دائما او صد يا باري يصد واحدة من ثنتين ما تحرك محله كراكرز ودائما صدوا شووا كيف انا قاعد احاول اجي بالزاوية دائما خليكم بجهة رجلو يالي يمين يالي صار لا تروحوا قداموا ابدا هنا تأخرت بالباري شووا او الكراكرز هنا زوات باري صديتها بعدين بععت عننا برضو هنا باري شوتوا كيف باري ما يهم الباري سوى اذا حسيت انه بيضرب سوى باري كراكرز قام ضربة كومبو خليك ورا كراكر دائما ركزه وباري لحظتوا كراكرز انا مهم باللعبه ما اقدر عادي اكثر من كده الباري جدا مهم باللعبه شووا كم مرة صوت باري هنا وشوو كيف النار قاعد تتعب عندي حتى ما نقاع صوت باري فلازم انتم منه وتعالوا دائما ورا رجله يا رجل يمين الرجل يصار كراكرز كومبو 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 وروح عندو يصار يمين يصار بعدين شوفوا بمزق بزاوية كذا واجلد فيه واجلد فيه ولا يقدر يلمس لي أصلا ان شاء الله ما يكون صعب عليكم ودائما باري 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 ما يعني أكثر من كده أقول باري ما يكفي باري مهم جدا في اللعبة وحي وصلنا للسياف السكران هذا البوس غسيذ وجنني إلي ما اكتشف طريقة بتساعدكم إن شاء الله وساعدتني كثير في الاستراتيجي أول ما تبدأ لا تروح عنده تهجم عليه قدام الأتباعه روح يصار زي ما تشوفونا راحت هنا بتلقون بيت زي كده خليكم دائما بتلقون واحد هنا زي ما تشوفونا قدامكم اذبحوا بسرعة زي ما تشوفون ذبحت الحين في واحد هناك حين واقف روحوا لو ضربوا كومبو سريع بيموت على طول ما رح يطول معاكم خلاص هذا الحين انتهينا من هذا الشي لا تصون صوت روحوا الحين مرة ثانية أرجعوا المكان اللي يكون بداية تقابل البوس لأنك أنت اللي بتسوي الحين أنك تحاول تستدرج أتباعه على اثنين اللي مينه يصار وتذبحهم أول شي بعدين تنادي البوس الحالة وتستلم أنت وصديقك اللي معاك هذا هذا أسابيب أكي من أنا لأن فعليا ما لا فايدة اللي يضرب وحيانا يصير مرغبي ويرفع ضغطك فعشان كذا شو شو سوت هنا هنا هذاك أول واحد ذبحت بالشركن لا تتعبوا نفسكم معا حق لأسهم لأنه حيوان أغفتوا فاذبوحوا بالشركن بعدين نادوا الاثنين هذولي طبعا يكفينك بس يانك تضرب بالشركن زي ما سوت هنا بس هذاك نقب بس ما انتبهوا البوس ولا هذا الحمد الله انتبه على اليسار انتبه لا تتبه هذا رح تطق اليسار لا تسوي هذي غلطة كانت مني لا تسوي هنا اوكي وحين هذا هجم علي طبعا الحين بحاول انهي وافتك منه ما عليكم سهلين ذول يمو صعبين حين ذبحته بعين هذا استلمو عشان افتك واجهز نفسي للبوس هنا ش تسوي اول شي حاول انك تتقرب شوي شوي زي ما تشوفه سوت ستلف عشان أبي البوس يتعب المثلث حقا أصفر ويقوم محل الحالة زي ما شوفه تعبه شوي لازم توقف تعب الأصفر خاص حين جيت الريحت ورا وين رحت تخبيت هنا ليش عشان استدرج البوس البوس حين بيقوم من نفسه شو هذا هو قام بيجي شوي شوي على رواقه يدور وين هذا اللي كان واقف هنا هذي اهم نقطة ليش لانا الستلف جدا مهم باللعبة ويفيدكم كثير مع البوس فهينا حاولت انه بعد عنا شوي فقدت خل بعد عنا اكثر لانه هو عليك طاقة احساس غير طبيعي تقول سبايدر مان مو صاح يحسك من اخر الدنيا عشان كذا بعد عنا زي ما انا سويت هنا بحيث انه ما يحس فيك اول اول ما تشوفه يسوي يوتن ويرجع بيرجع مكانه الحقه على طول لا تعطيه فرصه الحقه زي ما تشوفون شوفو معادة فرصه الحقته شوي شوي لا تركض وخلك على مهلك لا تخاف بيمديك زي ما تشوفون شوي شوي بعدين اضربه راح ينقص كوره واحده صدقوني هذي بتفك ازم لكم كثير واركض الخويه كهذا البوكيمون وكلمه على طول كذا كلمه 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 عساس انه يبدأ الفايت حقه طبعا هو بيهجم هنا انا كبني موض ما يهجم زي كذا دايما لكن انا سويت هنا تمالكت نفسي اوكي خلي بذبح الاتباع اول وخلي البوس مع خويه فرحت قاعد حاول اضباح العداء بس البوس علي سيف مو صاحي فذبحت هذا العلة اول شي عشان افتك منا زي ما تشوفون صوت فاري ضربته بعدين في ذو ليك هذو ليك كيف تفوز عليهم طبعا لازم يكون عندك السلاح السلاح الفاس عشان تكسرهم هنا قاعد حاول سوي كمبوات معي انا هو البوس وخويك لا دايما تسوي كمبوات كثيرة دايما اذا خويك ضرب رحمت اضرب غراء بحيث انه ما يعطيك فرصة البوس تعطيه فرصة يتحرك هنا ضربت هذا بالفاس افتك منه ضربة واحدة مات لانه هذا مرة قلق مع الصد حقه الثاني حين بروح لبرضه عشان ما يزعج خويه ضربت بالفاس مات الحين انا خويه بجي بنفس بنسم البوس شبه كيف كيف نسوي انا بجي بضربه بعد اضرب اضرب بعد اضرب اضرب بعد لا تسوي باري مع البوس ابدا لا تتعب نفسك دايما بعد 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 لا تسوي اذا عندك كراكر استخدم انا مدلش هنا ما استخدمت كراكر صراحة وبس وبعدين راح تقدر تذبح البوس وينتهي ان شاء الله تكون هذي استراتيجي مرة كويس معاكم لانا ستكوني هذا البوس طلع جنيتي لما اطلعت ساتيجي زي كده ان شاء الله يفيدكم بإذن الله والحين جنا للجد البوس اللي جننت الناس كثير جننتهم والناس كثير ما قدروا فزون عليها اكتشفت طريقة بحيث ان تسهل عليكم مبارا هذي صدقوني ثراها مرة قوية ركزوا على الباري وركزوا على النكت بعدين من يصار والضرب سووا كومبو خفيف زي ما شفتكم شوفوا حين هذي حركة مفيد جدا ليتلحك اشتروها اللي هي اسهل اول حركة تستريها في اللعبة الظاهر الاسكل الوان وارول مع بعض يسوي اللي يدور ويلحقه فشي تسوي هنا كومبو 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 صد باري كومبو 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 صد باري كومبو كومبو صد باري لا تسويواها ما نصحكم فبعدوا عنها وبعدين حاولت ضربوكم كومبو ات عادية ضربة 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 هنا تنقز حين تنقز مرة راندم ترى هذه مرة مرة راندم فأنتو يبيلك صبر شوية أول ما تسوي هذي حاول باري 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 مرة ثاني باري وضرب أول ما تخلص كومبو بعدين هنا كما تشوفون برضا نفس شيئ أنا انطررتوا القاضي حقاتها مقعد سويها قعد تغير فعشان كده حاول تضرب كومبو 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 لما تسويها لما تسويها بتسبيت كثير حم تشوفوا ليش زي بتشوفون ضربتني حين فرشتني يا الله العظيم قلق هذي فكمل كمل ضرب 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 كومبوات لا توقف لا توقف ترى مبسة لهذه ما في اي طريقة سهلة تفوز عليها يمكن فيك ما عارف عنها بس هذا اكثر شي كتشفت انك دائما خليك عنيد وضرب ضرب 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 لاشعطيها فرصة وحاولت تصد دائما باري دائما باري زي ما هنا شوف معاني غلط كثير انا بس استيل ما مت ولا تخافون هنا هذي الحركة اول ما شوفنا هذا بعد عنه ضرب 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 نفس الشي شو قاعد الحرصة ابغاء تضربني عشان سوي الباري حقي برضو هذي هذي حين اي شوتوا هذي لان تنقزون فوقها انا هنا ما قاس فوقها بس عادي مرة جاية سويتكم تنقزون فوقها وتنقصون كثير منها هنا بعد ضرب ضرب ركز دائما تعبون الاصفر مو التطاقة الاصفر اهم من الطاقة هنا مع هذي يعني pari 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 ضرب pari 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 varb تطلعلك اعيال كثير زي ما تشفون هنا إذا طلعوا لك هذولي الناس بسيطة زي ما تشفون حاولت بعد إليهم بس بس بعد حين بيهجموا عليك كلهم شوفوا أنا حاولت أن يصد هنا صراحة صديتهم كلهم ما عرف كيف يعني باري 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 يضبط معي فين كين ما يضبط معك الباري عادي بس بعد يمين يصار أما إذا ما طلعوا لك الكوار هذولي أول ما طلعت رحت هجمت عليها وما عدت فرصة أبداً 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 لا تعطينا فرصة استخدمت كراكر جداً مفيدة معاها الكراكرز هنا أضرب كومبو كراكر كومبو كراكر طفشوها بالكراكر لا دخلوا لتنحاش هنا حاولت نحاش باعت عنها أضرب كراكر كومبو كراكر كومبو قاعد أحاول أني ما خليها تبعد وتفجر وطلع عيال هذولي المزعجين ونفس الشي ما تشوفون كيف استقعدت لها كومبو 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 ما وقفتها تضرب باري تضرب أضرب كومبو تضرب باري كذا ما فيها نقاش أنت لازم تكون قلق وعلة وتزعجها عشان تكتبت عليها هنا شوفوا كيف خلاص طاقتي بتنقص ماتت بس ما فقدت الأمل قلت ما فيه مستقعدت لك خدوا على طول كدوا موتين الحمد الله بعدين ضربت 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 شوفون لسه باري صد باري بعد عن القاضية حقتها هذي وبرضه من قلت فوقراسة ما سهد القاضية لسه باري 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 اضرب اضرب انقز هذي شوفوا هذي هذي جدا مهمة بعدين فست عليها بالله عالجنيتي الله يعينكم صراحة ماذي فيه طريقة أسهل من كذا بس أتمنى تكون شرحي فهمكم قد حاول شرحكم أكثر شيء يقدر عليه صدقوني هذي ما فيه طريقة تفزين عليها بطريقة سهلة هذي تعلمك كيف تسوي باري في اللعبة ولازم تسوي باري تضرب باري كومبو باري كومبو باري اضرب الين ما تفوز عليها والحن نجي للعلة الثانية واخر بوس في الفيديو صراحة واتمنى انكم تكون سفيدون كثير اللي هو كنجيرو إشن هذا البوس قوي جدا جدا ما فيه طريقة سهلة تفوز عليه لازم تستخدم الباري عندك وتستخدم الصد وتستخدم انت بعد وتفهم متى تستخدم الضربات هذي وهذا اللي بحاول أشرح لكم مياب أكثر شيء يقدر عليه صراحة مرة علا البوس هذا ولازم تركزون معه وأكثر شيء علا فيه انه عنده طاقتين كورة تفوز عليه مرتين بعدين يجيك طاقة واحدة ثانية كورة يعني ثلاث مرات تفوز عليه المفروض زي ما تشون أول ما يبدو يحاوسوا الكمبو صد صد دائما صد لا تخافون ضربوا بالسيف أنا هنا سكعت لها بالسيف أول ما سوا هذي بعد اللي هو ورا ايه أو ورا يمين مرة ثانية بعد مو صعب أبد وضربة ضربة بالسيف بعد ضربة بالسيف لا تخلي ينقزي أبدا زعجة لما يسوي السهم صده باري حاول وإذا سوا السهم القوية هل تعلق صد إذا قدرت يعني الباري بالسهم ترى يفك الصد حق فأنت بك كوي لا تسوي كثير بالسهم إنك تصد هنا بظه أنتظر هذا الكمبو مهم جدا صده كثير باري باري يتعبى عنده الأصفر كثير هذا جدا مهم أنتظر لما يسويه يفيدك مرة زي ما شو مز باري ركزوا على الباري أكثر شيء هنا كسر الصد حقي ما علينا ركز على الأصفر الفوق نتعبيه هنا سوا القاضي حقي تبعت عنه دائما أي تشبون هذي بععد عنها بأقرب طريقة لا إلا بيمسك يسوي الكومبو جامت ونفس الشي حاولت بعد عنه باري صد اضرب باري صد اضرب كذا عادي يعني عرفته بس أنك تركزوا معه هذي نفسي جدا مهمة قاعد يعبيلي الأصفر عبالي يا فزن عليه المرة الأولى الحين يجي المرة الثانية بيكون أقوى شي بيكون عنده أسهم قلق لحن ينقذوا يضرب أسهم من فوق وكذا برضو صدوها وبرضو باري هذي بعد عنها أحيانا سوا حركة ينقذوا يسوي أسهم كثير وورا بعض هذي مزعجة صدوها باري 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 ركزوا على الباري كثير في اللعبة هذي يا نص مرة مهم هذي القاضية ضربني ما هذي لأنك لا مفتوش تسوي تنقذ عليه هذا السهم صدوه صدوه لتسونا باري صعب جدا صدوه يعني اضغط زر لي صد بس وبعدوا عنه هنا برضو بعدها نحاول ا وضربة باري من قريب باري من بعيد أبعد ركزوا على هذه النقطة من قريب باري من بعيد أبعد يمين يصار فهمتوا لأن يسوي السهم من بعيد هذي بعد عنه وضربة هذي جدا مهم لان تعطيك فرصة انك تضربة كثير ضربات هذي كنا استقعدت لها كثير ما خليتها فرصة وبرضو هنا هنا شوو كيه صديت هذا لتكلم عنها لا تسوي لباري هذي صدوها لأنه بيستقعد لك بضربات ثانية ويفك على الصد زي من هنا فك الصد إذا فك الصد لا تخافون ويسوي داش يمين داش يصار بعده يم مين يصار نفس الشي برضو باري 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 هذي جدا مهم لما يسويها تستفيد كثير فيها وقرب يتعبى ونفتك منا العلة هذي شتوها هذي حاول سولة باري عساس انه ما تنضربان بس نصيح حاولت بعده يمين يصار إذا قدرته لأنه يكسر الصد كثير هذي سواها سوا القاضي بعت عنا هنا برضو هذي صديتها باري سويتها باري ولسه قاعد ينقص حتى مع الباري قاعد ينقص ما في فايدة علة علة ذا البوس ضربتها طعنت المرة الاولى هنا فز عليه مرة الاولى انا هنا مبسطي قلت يا سلام بس فز عليه طبعا لا هوا موك كذا النظام لسه في تحول ثانى بتحوله زي ما تشوفوهن الحيد يا ساتر التحول هذ باعدوا 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 لا تقربون عند البرق هذي انا ملمستني اصلاوا كذ مجلنا انتم بايعت عنا كراكرز كومبو كراكرز 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 لازم انت تتقن تصير فنان فيها صعب انك تفوز بكل سهولة فيها لازم تحاول تتعب شوي وتتعلم على الباري دايما يعطيكم العافية ان شاء الله اي اسهلة تابعونا اصلا تحت بالكومنت وان شاء الله عددكم فيديو لا تنسون زر اللايك واشتراك بالقناة معكم فود الشيحة مع السلامة تصبحنا لخير